احتيال الرقمي أحد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية بشكل عام باعتبار أن الاحتيال المالي لا يفرق بين الأشخاص الاعتباريين أو ذوي الشخصيات المهمة وينتشر في الوقت الحالي العديد من أسليب الاحتيال المتجددة التي تستهدف الأفراد من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي ويعد تطبيق الواتساب أكثر التطبيقات عرضة للاحتيال حيث توجد به العديد من الثغرات الرقمية وفي الأوينة الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال وسحب مبالغ مالية عن طريق الإيقاع بالضحايا من خلال تهكير حسابات الأصدقاء أو الأقارب والوصول إلى حساب الشخص المعني من خلالهم وطلب مبالغ مالية أو معلومات مصرفية وتستهدف عمليات الاحتيال المالي عن طريق التقنية الأشخاص غير الواعي وغير الحذرين حيث إنه لا يجب إفشاء المعلومات السرية أو المصرفية لأي شخص بالإضافة إلى تأمين الحسابات الشخصية في تطبيقات التواصل الاجتماعي وعدم الدخول إلى مواقع أو فتح أي روابط مشبوهة موسيقى